القدس تيفي عيش الخبر أينماكن لم يشفع لأبو العوف احتضانها مقام أحد العشر المبشرين بالجنة تلك الأرض في قرية سنجل تدعي إسرائيل أنها هبة من الله وفي تلك الحجة مسمار جحى الذي يعلق عليه المستوطنون المجاورون رداء اعتداءاتهم المتكررة وبيجوا المستوطنين بحراسة من الجيش ومسلحين ومعهم كلابهم المسعورة وبيبدوا بتهديد المزارعين وتخويفهم ومحاولة طردهم من هذه الأرض طبعاً لكن المزارعين بصدقوا انتمائهم لهذه الأرض برفضوا هذه الممارسات لكن أبرزها في شهر سبعة اعتدوا علينا وأنا كنت أحد الأشخاص اللي اعتدوا عليهم وكسرت إيدي كعدت في الجبصين حوالي 45 يوم من جبصنا اجوا اعتدوا علينا وحاولوا يطردونا طبعاً كانوا بحماية الجيش بلدية سنجل حصلت على مشروع لاستصلاح ألف دنم من أصل أربعة آلاف مهددة بالمصادرة بدأنا العمل قبل حوالي شهرين عندما المستوطنين رأونا بنعمل في هذه الأراضي فصاروا ييجوا ووقفون على العمل ووصلت لمرحلة انهم جابوا لهون الهم نواب من الكنيسة الإسرائيلي وطرح هذا الموضوع في الكنيسة على أساس ان بيحاولوا انهم يعملوا شبكة طرق ما بين هذه المستوطنات والمعسكر وهذا يعني تدمير البلدة أي أربع آلاف دنم راح تكون مصادرة من هذه الأراضي زي ما انتوا شايفين أنا بدينا أنا وعيلتي بدينا نستصلح هاي بنزرع أشياء وبنزرع أشجار بنبني سناسل بنحفر نبير هاي جبنا خزانات مياه طبعاً هذا وهاي بنزرع هناك أشجار حجية على أساس تكون نواة لمنتزه احنا نوين نعمله للبلد الآبار في هذه القرية تراها إسرائيل بعدسة مختلفة ربما هي مخازن ذخيرة وعتاد أو أنها مخازن نووية تهدد مستوطنة قفعات هارويل مجاورة كانت قوات الجيش وناس من أمن المستوطنات والارتباط يجوا شوفوني أثناء الحفر شو بتعمل أكلهم بعمل في بير مشان أسكي الزراعة طبعاً لا تعليق يجوا وظلوا رايحين بعد ما حفرته وكسرته وتعبت عليه وحطيت فيه مياه اتفاجأت في صبيحة أحد الأيام أنه وضعوا لي هون انظار طبعاً الانظار بحاوزتي أنه لازم أزيله خلال 14 يوم هذا البير لأنه بيعتبروا بهدد من دولة إسرائيل هذا البير منذ ما يزيد عن الشهرين حرقت هذه الأرض بمواد المستوطنات الحارقة لتعاود هذه الأشتال الصعود والنمو كأهلها الذين يرفضون الاستسلام فمع كل طرقة فأس تترق هذه القضية في الكنيسة الإسرائيلية لتلفزيون القدس كينيانا عيسى من قرية سنجل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر ترجمة نانسي قنقر